سميرة العقوب سميرة العقوب مديرة معهد الفنون التشكيلية أول معهد أكاديمي أهلي لتعليم جميع الفنون التشكيلية في الكويت ونشأ عام 1995 إذا تحدثت عن مسيرة الفن التشكيلية في الكويت فهي بدأت سنة 1911 كان مع بداية التعليم النظامي كان يشارك في المعارض المدارس المعلمين والطلبة من الموهوبين بعد ذلك سنة 59 أو قبل ذلك أنشأت في نفس فترة التعليم النظامي إدارة خاصة للمعارض يشارك فيها أيضا المعلمين والطلبة في عام 1959 بدأت النهضة الفنية في الكويت بتأسيس معارض الربيع التي كان يشارك فيها رواد من الفنانين التشكيلين الكويتين منهم أيوب حسين وخليفة القطان وجواد بو الشهري في فترة الستينات أيضا ظهر بعض النحاتين من مثل سامي محمد وعيسى صقر وخزعل القفاص ثم ظهرت أو تأسست جمعية الفنون التشكيلية سنة 1967 ومن هنا بدأت النهضة والاهتمام بالفنون التشكيلية وإقامة المعارض في الكويت اتحاق المرأة الكويتية أو مشاركتها في المعارض المختلفة كانت مشاركة بسيطة قبل سنة التسعين كانت تقتصر على الأكاديميات يعني في الستينات والسبعينات والثمانينات كنا يشاركنا الأكاديميات من هنا فقط لعدة أسباب أولا عدم جرأة المرأة الكويتية في ذلك الوقت وثاني شيء المرأة الهاوية تخجل من أن تشارك وموهبتها لم تتعرض للسقل أو للاهتمام أما في فترة الغزو الغزو أكسب المرأة جرأة وفجر فيها مكامن الإحساس الفكري للإحداث فمشاركتها في المقاومة وفي المجالات كثيرة أكسبتها أيضا والتطوع في مجالات مختلفة جعلتها تشارك وتقتحم مجالات كثيرة ومنها مجال الفنون التشكيلية ووجبت أنا هنا الحاجة ملحة إلى إيجاد مكان يحتضن مواهب هؤلاء الفتيات أو السيدات لوسقل هذه المواهب والاهتمام بها فهذا أيضا جعلهم يشاركنا بعد أن أصبحت الموهبة ناضجة ومكتملة فأصبحت تشارك في معارض المعهد ومعارض الكويت المختلفة سواء في جمعية الفنون التشكيلية أو في المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدابة والأدابة أصبحت تمتلك أدواتها فتقتحم هذا المجال وهذا يفسر مشاركتها بعد سنة التسعين بزخم وكثرة أكثر من مشاركاتها في الثمانينات وقبل ذلك فإذن هي الخبرة اكتسابها للمهارة والجرأة أيضا التي اكتسبتها أثناء القزو جعلتها تقتحم مجالات كثيرة ومنها مجال الفنون التشكيلية بالنسبة لبداياتي أنا بدأت أرسم بشكل نظامي أو منتظم أيضا بعد الغزو بتشجيع من بدافع من الموهبة أولا وبتشجيع ممن حولي أخذت دورة واحدة ثم أسست معحد الفنون التشكيلية لهذا الغرض لصقل موهبتي ومواهب كثير من الفتيات وغيرهم من الشباب لعدم وجود أماكن لصقل هذه المواهب فكان معحد الفنون التشكيلية ودرسنا على أيدي أكاديميين ولازلنا مستمرين في العطاء بالنسبة للفن التشكيلي وكيف يخدم اللغة العربية أو كيف تخدم اللغة العربية الفن التشكيلي أنا هذه حالتي أنا تخصص لغة عربية واشتقلت بشهادتي وفعلا خدمتني في أني معظم أفكار لوحاتي أستمدها من أبيات الشعر أو من أقوال مأثورة وهنا خدمت اللغة العربية رسوماتي أو موضوعاتي وأعتقد أن من يمتلك هذه القدرة على فهم الأدب يستطيع تخدم أكثر من من يبحث بدون خلفية يبحث عن موضوعات مدارس الأدب والشعر تمشي في خط موازي في المدارس التشكيلية فهناك المدرسة الواقعية والمدرسة التجريدية والرومانسية إلى آخره موجودة عندنا في الأدب والشعر وموجودة أيضا بنفس الخط وبنفس الفترة في الفنون التشكيلية أنا استفدت كثيرا من تخصصي في خدمة هوائتي أنا بدأت أرسم بالمدرسة أتبع المدرسة الواقعية كما يبدأ أي مبتدأ واستمريت فيها فترة إلى أن امتلكت مهاراتها جيدا واستمريت في التجريب والاحتكاك بكبار الفنانين وأخذ الخبرة منهم وزيارة الكثير من المعارض سواء بالكويت أو خارج الكويت فأصبحت تجربتي غنية وعندي ثقافة بصرية ساعدتني في اختيار الأسلوب الذي أميل إليه فأنا أميل الآن إلى المدرسة التأثيرية والواقعية الممزوجة بالتجريد أو التجريد الممزوج بالواقعية إن صح التعبير الإنسان ابن بيئته فأنا بدأت برسم التراث في البداية ورسمته بكثرة لكن الآن أرسم ما يستفزني ولا أنسلخ أو أخرج من ثقافتي وتاريخي ومعاناة مجتمعي لكن بالعكس أنا أنطلق من هذه الأشياء لكن لا أرتبط بموضوعات أو مواضيع محددة لا يوجد حركة تشكيلية متقدمة في الكويت وذلك لعدة أسباب أولاً إنعدام المنافسة الحافز غير موجود لدى الفنانين السبب الثالث عدم تفرغ يعني الفنان يعمل في الصباح فأين الوقت اللي يساعده في أن يبدع فهو يرسم لكي يشارك فقط لمجرد المشاركة أيضاً سبب مهم جداً عدم اقتناء أعمال المتميزين يعني الدولة يفترض أن تقتني لتشجيع هؤلاء المتميزين تقتني أعمالهم وتضعها في دوائر الحكومية للأسف هذه الأشياء جعلت الحركة التشكيلية في الكويت تتأخر وتقدمت دول الخليج علينا يعني في هذا المجال أو في مجال الفنون التشكيلية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر